أهلا بكم من جديد إلى السعودية حيث وصل عدد الوفيات جراء الأمطار التي تواصل الهطول على أنحاء متفرقة من البلاد إلى 17 حالة وفاة بينهم رجل أم لقي مصرعه أثناء محاولة إنقاذ عائلة من الغرق وذلك في محافظة عرعر شمال البلاد السعودية تبحث عن مفقوديها وتترحم على ضحاياها فبعد الأمطار التي هطلت السبت الماضي وصل عدد ضحايا السيول إلى 17 شخصا بينهم رجل أمن حاول إنقاذ عائلة أحتجزتها السيول شمال البلاد الدفاع المدني السعودي يسابق الزمن ويخوض رحلة بحث عن مفقودي السيول الذين بلغ عددهم وفق التقارير الرسمية إلى 9 في الرياض و1 في عرعر تم إنقاذ ما يزيد عن 1300 شخص احتجزتهم السيول أمانة منطقة الرياض تحدثت عن سحب تجمعات المياه من 134 موقعا في العاصمة تم سحب أكثر من 131 ألف متر مكعب من المياه فيها وأغلقت سد الدرعية احترازيا لارتفاع نسبة المياه تعليق الدراسة في الرياض ومنطقة الباحة وأبهى والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية يصحبها تحذيرات من هطول أمطار رعدية في الأيام القليلة المقبلة عمر النشوان العربية مشاهدين على التفاصيل أكثر معي من الرياض مراسلنا هاني نصفيان وذلك من أمام سد الدرعية أهلا بك هاني معنا إذن التفاصيل الأخيرة لديك حول وضع الأمطار اليوم في الرياض المناطق المجاورة عدد الضحايا أيضا أي إجراءات أمنية والطبعة نعم أهلا بك وأهلا بمشاهدين العربية داني أتحدث في البداية عن وجودنا وتواجدنا الآن نقع أو نتواجد في أحد الأودي المتدة لودي حنيفة وبالتحديد يقع خلف سد الدرعية الذي كاد أن يسبب كارثة لهذا اليوم بعد أن فاض من سوب المياه وارتفع من سوب المياه إلى أكثر من سبعة أمتار ما دعاه إلى أن يفيض إلى الجهة الأخرى أيضا استنفرت الجهات الأمنية بعد أن فاض هذا السد ودعت الجهات الأمنية إلى إغلاق جميع الطرق وأيضا تنبيه وتحذير جميع المزارعين وأيضا من يقطنون في المنطقة للتعاد عن مجرس سيلي كما نشاهدنا قبل قليل أن السد يقع من خلال الوجهين أو يقع في جهتين نشاهد أيضا فرقة الدفاع المدنية وفرقة الإنقاذ تقوم بعمل إجراءات احترازية لا سمح الله في حالة وجود غريق أو إنقاذ من قبل المتنزهين الذين حتى الآن لم يقوموا أو لم يتم استيعاب الموضوع أو استيعاب قدرات أو التنبيهات التي تقوم بها مدينة الدفاع المدني نشاهد بعض المتنزهين حتى الآن يقومون بتواجد في بطون الأودية وأيضا تواجدهم في الأودية للتنزه وأيضا مشاهدة تلك الأمطار الجهات الأمنية تم إغلاق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الدرعية هذا بالنسبة لمنطقة الدرعية لحد الآن الإحصاءات التي وصلتنا تجاوزت إلى أكثر من 17 ألف بلاغ منذ هطول الأمطار على السعودية هذا ما وردنا من غرفة عمليات في مدينة الدفاع المدني الوفيات 17 حالة إحداهم لرجل أمن من حرس الحدود في الحدود الشمالية كان يحاول في محاولة إنقاذ لأحد العوائل ولكن قدر الله ما شاء الله فعل بعد أن سحبه السير وانجرف هناك عدد أكثر من 75 شخص أو 100 شخص تقريبا تم إيواهم من قبل مدينة الدفاع المدني أيضا تم إنقاذ حتى الآن عدد المركبات تجاوزت إلى أكثر من 1700 مركبة منذ هطول الأمطار على السعودية طيب هذا بالنسبة للمكان المتواجد به هاني المناطق الأخرى المحيطة بالرياض أو المعلومات المتوفرة لديك حتى الآن على المنطقة الشرقية حجم الأمطار التي تهطل هناك شو التفاصيل حتى الآن؟ نعم طبعا منطقة الشرقية وأيضا في المنطقة الشمالية وبالتحديث في منطقة حايل ومنطقة حدود الشمالية عرعر وطريف وأيضا ما زالت الأمطار تهطل إليها إضافة إلى العاصمة الرياض ومدينة الرياض الآن نشاهد أيضا هنا في الرياض بعض تساقط خفيف للأمطار الإحصائات التي وصلتنا من المناطق من قبل مديرية الدفاع المدني ما زالت هناك تحذيرات كبيرة من مدير الدفاع المدني لجميع مناطق السعودية دون استثناء من جنوبها إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها أيضا تم تعليق الدراسة يوم أمس في العاصمة الرياض وأيضا في المنطقة الشرقية وأيضا بعض المدن في المنطقة الجنوبية الإحصائات التي وصلتنا من مديرية الدفاع المدني تؤكد بأن هناك بلاغات ومزالت البلاغات مستمرة في المناطق الشمالية وأيضا عدد من المفقودين تجاوز العشر أشخاص سبعة في العاصمة الرياض متفرقون بين أربعة في منطقة حائر جنوب العاصمة الرياض وأيضا ثلاثة في منطقة العمارية شمال العاصمة الرياض وأيضا هناك ثلاثة آخرون في منطقة عربي طيب هاني بالأمس كنت متواجدة عند أحد السدود واليوم كذلك هذا السدد الدرعية يعني فيه تحذيرات من سدود معينة متوقعا تفيض جراء الأمطار وأيضا عملية إخلاءها من المدنيين أو السكان أو من يذهبون للتنزه نعم طيب هذا سدد درعية الآن السدد الدرعية قد يكون هو الأكثر خطورة خاصة أنه يقع في وسط العاصمة الرياض وقد تعتبر منطقة الدرعية أصبحت أحد أحياء العاصمة الرياض وهي قريبة هنا سدد درعية يقع خلف هذا السدد عدد كبير من المزارع وأيضا عدد كبير من المنطقة السكانية إضافة إلى وجود عدد كبير من المتنزين مديرية الدفاع المدني حتى الآن ما زالت تحذر وتقول لا تتجاوز الحدود التي يكون فيها أو تجاوز حدود الأودية وعدم الخروج من المنزل وقت هطول الأمطار أيضا مديرية الدفاع المدني من جراء هذه التحذيرات لم تجد أي استجابة من قبل بعض المواطنين وليس جميعهم أيضا قامت مشكورة بعمل تطبيق في أجهزة الأندرويد وأيضا الأبل ستور من خلال عمل تطبيق برنامج يحدد مكان الشخص في حالة لقدر الله وقوعه في كارثة من غرق أو فقدان سأكتفي معك بهذا القدر وسأتابع معك أي جديد وتطورات في نشرات لاحقها هاني صفيان شكرا جزيلا لك